ايوة فانت كل التقارير في الدنيا بتتكلم على انه الفرص الاستثمارية في مصر واعدة طيب يعني اين مستثمر يجي مستثمر ده لما بيجي بيجي يقول لك يا جماعة انا هجي اخش مثلا شريك في الاستثمار في المصنع الفلاني او في المشروع العلاني بيطلب ايه هو ما بيطلبش اي حاجة انه عاوز يشوف قدامه دراسة جدوى واضحة جدا دراسة الجدوى الواضحة هي المفتاح بتاع الاستثمار واضحة قدامه وتمام داخل مش واضحة قدامه مش هيدخل اذا نعمل ايه احنا نبقى جاهزين بأوراقنا دايما الدولة من ناحيتها حتى في الاتنين وثلاثين طرح اللي كانت عاملها هي جاهزة طيب لو جينا من هده سقولنا يوسف عاوز يعمل مش عارف مصنع بطاراتك افترضنا يعني زي الشركة بتاعت الموتورات كده بتاعت شركة المونس والشركة تحاول عايزين نعمل مصنع بطاريات يبقى نعمل دراسة جدوى ما تخرش المية وساعتها هيجي المستثمر هيجي بالعكس ده هيجري عليه موسيقى